العروان العريض والحاكم في الفترة الماضية كان متعلق دائما في كتير من تصرحات الرئيس والمتابع أيضا لكتير من لقاءاته وكتير من اجتماعاته في الفترة الماضية هي لأنه بتركز وبشكل أساسي حوالين فكرة توطين الصناعات بأشكالها المختلفة خاصة نحن نتكلم عن تقريبا ما يشبه تشكيل لعصر وعالم جديد على ضوء الأزمات الصحية والأزمة الروسية الأوكرانية وأصبح الجميع بيتحدث الآن أو لغة العالم كلها هي كيف نستطيع تحقيق الاكتفاء الزاتي أو تقليل الاعتماد على النظام الاقتصادي العالمي بشكل أو بآخر لأن ما يحدث هناك يؤثر علينا وما يحدث هنا يؤثر هناك وبالتالي أصبحت هناك حاجة مسة لإعادة النظر مرة أخرى لفكرة الاكتفاء الزاتي وفي تدريتها طبعا وكما أشار رئيس عدة مرات فكرة توطين الصناعات وتوطين الصناعات يؤدينا إلى تحقيق صدرات وربما لدينا خطة تموحة لتحقيق 100 مليار دولار من الصدرات بشكل مبدئي وده ربما يكون مساعد بشكل كبير في الفترة القادمة التي ستمر بها مصر إن شاء الله النهاردة يمكن ما يدلل على ذلك هو اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجهاته بتوفير كافة عوامل النجاح لحجد إمكانات الدولة الإنتاجية سواء الحكومية أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص عشان يكون فيه تطوير وتوطين لصناعة المستلزمات المطلوبة في أعمال مشروعات التشييد والبناء لا سيمة المعدات والألاد وده طبعا في ضوء حجم الأعمال الإنشائية الضخمة على مستوى الجمهورية وده كمان ممكن يفتح أفاق لامتلاك القدرة الصناعية اللي بتستند أيضا على الابتكار والتطوير والإمكانيات المحائلية وده برضو هيساهم بشكل كبير في توفير العملة الأجنبية بدل الاعتماد على الخارج وطبعا هتكون دفعة في عملية التنمية من المنتجات الصناعية المختلفة ده كان في اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة أيضا مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري واللواء أحمد الشازل رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبحضور أيضا عدد من رجال أعمال من القطاع الخاص الحقيقة خبر مهم ويمكن كمان على مدار الأسابيع الماضية شفنا كمان فكرة توطين صناعات بأكتر من الشكل منها طبعا كان افتتاح رئيس السيسي لعدم المناطق الصناعية والاستثمارية واللي تبعناها محضرتكو بالأمس قبلها كنا نتحدث عن عملية توطين للصناعات الدوائية في مدينة الدواء وغيرها عملية توطين أخرى كانت متعلقة بالمستزامات الزراعية وبأدوات الزراعة تحدث عنها أيضا السيد الرئيس مؤخرا شفنا كمان عمليات توطين ومحاولات لتوطين كمان يمكن من الأخبار رأيناها في الفترة الماضية الأجهزة التعويضية بدل اعتماد عليها من الخارج أيضا ده استمرار لبعض المجودات المتعلقة أيضا وأشارنا لده بشكل مكسف مؤخرا فيما يتعلق بعملية النقل ومنظومة النقل الجماعي زي برتوكولات التعاون مع شركة تلجو الأسبانية لتوطين الجرارات وصناعة تعربات السكك الحديدية قبلها كان فيه اجتماع للسيد الرئيس أيضا مع رجال أعمال متعلق بالتوطين بعض الصناعات الغذائية وخاصة صناعات الجبن والألبان عشان نقل الاعتماد على الخارج قبلها كمان كان سيد دكتور مصطفى مدبولي كان أيضا بيطلق مشروع طموح حوالين فكرة الرقائق الإلكترونية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية إذن فيه محاولات جدة في مجال توطين الصناعات حقيقة ما بتتمش ما بين يوم وليلة وبتأخذ وقت خاصة الصناعات وكمان ما ننساش كان أيضا هناك فتح العدم مشروعات المتعلقة بالمنسوجات ومزان مشروع تطوير منظومة الغزل وأنسيج وتطوير المصانع اللي هتشاء الله تدخل فيه الخنمة العام القادم بتكلفة تقدر بأكبر من 20 مليار جنيه إذن فيه تركيز مكثف على فكرة توطين الصناعة ودعم الصناعة الوطنية ومبرح أن لكم بعض الأرقام المهمة لنحتاج أيضا أن نطورها ونصل إليها بشكل أكبر لأنه طبعا الصناعة بازالت هي اللي بتحتوي على أكبر عدد من العمال وقطاع العمال الأكبر أو ما يصل تقريبا لـ 30% لكن إسهمها في الناتج المحلي لا تجاوز 11% فيه خطة للدولة الوصول لـ 15% للسنة القادمة والأرقام دي تزداد بشكل كبير طوال السنوات اللي جاية بإذن الله